اشتركوا في القناة ومع ربنا عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الهيئات الرياضية في المملكة والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية مؤكدا سموه السعداد البحرين لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 والتي ستقام بعد عام من الآن برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وبحث سموه شيخ خالد بن حمد مع سيد لوران كافة التحضيرات اللازمة لانطلاق الحادث الرياضي الدولي على أرض المملكة والسبل الكفيلة بإبراز هذه التظاهرة الرياضية التي ترمي إلى سقل وتطوير المواهب المدرسية في مختلف الرياضات وبدوره أشهد رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية بالجهود التي تبدلها البحرين لإنجاح الدورة على ضوء الاستعدادات التي تقوم بها والخبرات التي تتمتع بها متمنيا للمملكة دوام التقدم والزهارة ترجمة نانسي قنقر